موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى هذا المجهز الإخبارية بداية قام أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بزيارة شيخ حسان المشرفي على المدرسة القرآنية إنزجمير بأضرار والذي يتلقى العلاج بمستشفعين النعجة العسكري حيث اضمأن على صحته كما زار رئيس الجمهورية عائلة ناصر عرار الفلسطينية من غزة والتي تتلقى العلاج بمستشفعين النعجة العسكري بتكليف من سيد رئيس الجمهورية شركة وزيره الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في أشغال الدورات الحادية والستيم بعد المئالي مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزري بالعاصمة المصرية القاهرة وفي كلمته بالمناسبة أكد عطاف أن المرحلة الرهنة تقتضي إجراء تقييم موضوعي لمدى استجابة الجامعات العربية لاستنجادات واستغادات الأشقاء الفلسطينيين ومدى الوفاء بالالتزامات التاريخية تجاههم وهم يواجهون نكبة أخرى بعد النكبة الكبرى عطاف شدد أن الجزائر وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية جعلت من القضية الفلسطينية شغلها الشاغل وعنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها إلى مجلس الأمن وهي مصممة على مواصلة جهودها ومساعيها من خلال المحاولة المستمرة حتى يتحمل المجلس المسؤولية المنوطة بهتجاه الشعبي الفلسطينية وأبرز القرارات المنبتقة عن هذه الدورة بخصوص القضية الفلسطينية تتمين وزراء الخارجية العرب لجهود الجزائر في متابعة تطورات القضية العادلة في مجلس الأمن ووقف العضوين الصهيوني على قطاع غزة والتواصل إلى وقف إطلاق النار وكذا دعم دولة فلسطين في طلبها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وفي مستجداتي الوضعية بغزة استشهد خمسة وثلاثون فلسطينيا وأصيب العديد بجروح في غارات صهيونية على منازل المدنيين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط الغطاع كما استقبل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جثة خمسة شهداء وثمانية عشر مصابا جراء استهداف الاحتلال الصهيوني تجمعا للمواطنين كانوا بيصدد انتظار مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي غربي المدينة وبالموازات مع ذلك يزداد الوضع الإنساني تظهرا حيث ارتفعت الحصيلة المعلنة لشهداء المجاعة إلى عشرين في مستشفيات وسط وشمال القطاع نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان منذ بدء عدوانه على قطاع غزة هذا ودعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الأجراءات ضد الاحتلال الصهيوني منبهة إلى أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة للمحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وصلنا مشاهدين بهذا إلى ختم هذا العرض الإخباري ألقاكم على رأس الساعة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته